تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتطبيقا للقرار الصادر عن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بشأن تنظيم وخفض استخدام الأكياس وغيرها من المواد الاستهلاكية البلاستيكية كشف سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة كشف على أن القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية سيدخل حيز التنفيذ في 21 يوليو المقبل بتطبيق قرار تنظيم وخفض استخدام الأكياس البلاستيكية في 21 يوليو المقبل تصبح مملكة البحرين من أول الدول على مستوى العالم التي تحضر استيراد المخلفات البلاستيكية انسجاما مع توجهات الأمم المتحدة الداعية لمحاربة تلوث المحيطات بالمخلفات البلاستيكية وهو توجه هادث ينعكس بشكل مباشر على تنظيم الاستهلاك والبيئة في مملكة البحرين تطبيق هذا القرار يأتي بشكل تدريجي بدءا بالأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ولن يسمح بتوريد الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل للسوق المحلي كما سيتم منع استخدام الأكياس البلاستيكية بشكل نهائي لبعض الاستخدامات في بعض المجمعات التجارية والأسواق الكبيرة في مرحلة لاحقة هذا القرار الهام اتخذه المجلس الأعلى للبيئة بعد دراسة مستفيضة ومتكاملة على قطاع تصنيع المنتجات البلاستيكية في مملكة البحرين خلصت هذه الدراسة إلى أن القطاع يمتلك القدرة على التحول لإنتاج المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل من دون التأثير على خطوط الانتاج وعلى صعيد تنفيذ القرار في 21 يوليو المقبل يعمل المجلس الأعلى للبيئة على إصدار دليل لترخيص المنتجات البلاستيكية للمصنعين والموردين لتكون الإجراءات بذلك سليسة وغير مؤثرة على المصنعين والموردين فضلا عن المستهلكين تبقى عملية خفض استهلاك المخلفات البلاستيكية مسؤولية مشتركة تتشارك في تحقيقها العديد من الجهات في داخل مملكة البحرين والتي تدور في محورها على ثقافة استهلاكية تنعكز بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطن ونمطها الاستهلاكي ومدى تفاعله مع هذه القرارات الهامة ادراكا منه بخطورة المخلفات البلاستيكية وتأثيرها على البيئة وعلى الإنسان يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة